بهدف الوقوف إلى جانب أهلهم في محافظة حمى قامت مؤسسة بصمة شباب سوريا في القلمون بإرسال مساعدات إغاثية ضمن حملة أبناء القلمون الإغاثية وتضمنت مساعدات عينية وأغذية وألبسة شتوية نحن اليوم بمحافظة حمى لتقديم المساعدات اللي جايبينها من القلمون من إدارة درعطي والنبك وجيرود ويبرود ورحيبي جبنا المساعدات اليوم بالتنسيق مع إدارة محافظة حمى عم يتم التوزيع الآن ضمن مراكز الإيواء والأسر اللي يتم الكشف عليها مسبقا من قبل زمنائنا بالمؤسسة نحن اليوم مؤسسة بصمة الشباب سوريا في محافظة حمى متواجدين على الأرض بجميع مراكز الإيواء بالإضافة للأهالي المقدرة تكون مراكز الإيواء نحن نجمع قاعدة بيانات لنستهدفهم بالتنسيق مع الإدارة المركزية ودعم الإدارات في القلمون ودرعا ووادي النصارى وإدارات حمص وجميع المحافظات فيها تواجد لمصمة شباب سوريا كانوا معنا أيد وحدي رسالة حب وشكر لكل مغترب ولكل شخص لبى النداء للإنسان الذي انطلب منه وقت الفزعة يعني هاي نحن اللي بنقولها بالعامية الفزعة لأهله ولناسه الدعم النفسي للأطفال وأهلهم كان جزءا من المبادرة التي استهدفت مراكز الإيواء والمتضررين من الزلزال كفريق دعم نفسي في بصمة شباب سوريا من البداية نحن شكلنا الفريق واستهدفنا المراكز حوالي دعش مركز والآن مستمرين بهالدعم هذا لنطالع نخفف عن الأطفال المشاعر السلبية ونطالعون إلى مشاعر إيجابية بناء على البيانات الموجودة لدينا نقوم بتوصيل المساعدات الدعم المستمر من المجتمع الأهلي في المحافظات السورية للمتضررين بالزلزال في محافظة حمى دليل على التآخي والوقوف معا في وجه المصاعب والمحن علي شحود الإخبارية السورية حمى